جزء الأخير في الشابتر ده هو الوايرلس ترانسميشن او الباس اللاسلكي احنا عارفين ان في الكمنيكيشن سيستم ما عنديش غرب منوعين بس اما ان يكون الباس ويرد يعني عن طريق واير او سلك او ان هو يكون ويرلس يعني باس لاسلكي عن طريق الهواء او الفري سبيس طيب دلوقتي احنا هنركز اكتر على الوايرلس او الباس اللاسلكي ده بيكون عن طريق الفري سبيس او الفيكم اللي هو الفراغ الباس بيكون عن طريق الموجة الكهرومغناطيسية اللي هو اكتشافها العالم جيمس ماكسويل الموجة الكهرومغناطيسية دي بتتكون من مجالين مجال كهرابي ومجال مغناطيسي عشان كده اسمها موجة كهرومغناطيسية طيب طبعا المفروض انتو اخدتو الكلام ده في مادة الكهرومغناطيسية بالتفصيل دلوقتي انا عندي حتة برضو نظري كده ان الانتراناشنال تلي كومنيكيشن يونيون دي مؤسسة هي دي المسؤولة ان هي تقسم التردودات ما بين الخدمات وكده انا عرف برضو الكلام ده بالتفصيل برضو حاجة مهمة جدا انا عندي القانون اللي احنا عارفينه ان السبيد سرعة الموجة الكهرمغانطسية لو انا افترطت ان هي اسمها سي او الرمز بتاعها سي هي بتسوي حاجتين بتسوي الف في اللامضة يعني بتسوي الفريكوينسي في الطول الموجي تمام يبقى احنا عندنا سرعة اي موجة الكهرمغانطسية دي كده سرعة الموجة او الاسبيد بتسوي الفريكوينسي او تردد تردد الموجة مضروبة في الطول الموجي او الويف لينس للموجة طيب سرعة اي موجة كهرومغانطية هي نفسها سرعة الضوء سرعة اللايت وسرعة الضوء قيمة ثابتة معروفة ان هي بتلاتة في عشرة قصة ثمانية ميلي على سكت طيب نيجي بقى للحطة اللي ممكن تكون مهمة شوية عايزين نقسم الالكتروماجناتك سبكترا لو بدأنا كده من اول الفريقونسي من 0 هرتز لحد ما لا نهاية من اول 0 هرتز من اول الموجة اللي ترددها 0 هرتز لحد 3 كيلو هرتز دي بيكون الباور زي كابلات الباور اللي انت بتشوفها اللي جاية من الباور سيستمز الصوت الفويس الحاجات دي دي بيكون من اول 3 هرتز لحد 3 كيلو هرتز من اول 3 كيلو هرتز لحد 300 جيجا هرتز دي بيكون فيها الراديو كومونيكيشن الساتيليت كومونيكيشن اللي هي تصال عبر الأقمار الصناعية المايكرو ويفز وده الجزء اللي احنا مهتمين به احنا مهتمين بالرانش الفريقونسيز من اول اول ده اللي بندرسه في المادة دي من اول 3 كيلو هرتز لحد 300 جيجا هرتز بعد كده بقى من اول 300 لحد 400 تيرة هرتز ده الانفرارد ريد الاشعة تحت الحمراء وبعد كده الفيزيبل لايت ده الجزء اللي بيشوفه الانسان وبعد كده الالترا فيروت لايت الاشعة فوق البنفسجية وبعدين بقى الاشعة الاكس والجاما والكوزميك ريز دي بيكون اشعة تردودها عالي جدا وبالتالي الطاقة بتاعتها عالية جدا زي ما قلت انا مهتم في الانالوج كومونيكيشن او في الكمونيكيشن بشكل عام او تجد المهتم بالرنج ده من اول 3 كيلو لحد 300 كيلو هتلاقي هنا ان هو برضو مقسم لك الجزء ده بالتفصيل بقى شوية من اول 3 كيلو لحد 30 كيلو دي اسمها very low very low frequency تمام؟ بعد كده من اول 30 كيلو لحد 300 كيلو low frequency وبعد كده من 300 كيلو لـ 3 ميجا ده medium frequency بعد كده من 3 ميجا هرتز لحد 30 ميجا هرتز ده high frequency وبعد كده من 30 ميجا هرتز لحد 300 ميجا هرتز ده اسمه very high frequency بعد كده من 300 ميجا هرتز لحد 3 جيجا هرتز ده ultra high frequency بعد كده الـ SHF والـ EHF دي حاجات الـ frequency بتاعها بقى بيبقى عالي جدا من 3 جيجا لحد 30 جيجا ومن 30 جيجا لـ 300 جيجا الفرق ما بين كل واحدة والتانية ان دي كده الـ very low يعني الجزء ده الـ 2 دول كده الـ propagation بتاعهم او انتشار الموجة بتاعهم بيكون على شكل surface الجزئين دول بيصطدموا يعني لو انا عندي هنا sender فالاشعة بتصدم به الغلاف الجوي طبقة الايونسفير والتروسفير وبينعاكسه تاني تمام بعد كده انا عندي الجزئين دول اللي هما الـ very high والـ ultra high دول بيالاشعة بتنتشر في خط مستقيم تمام زي الدوق بالضبط بعد كده انا عندي الـ الـ 2 دول اللي هما الـ SHF والـ EHF دول بينتشروا في الـ space الخارجي طيب هنا اعمل لي جدول تاني لكل الـ كل انواع السيجنلز اللي احنا اتكلمنا عنها والـ range بتاعها اللي احنا اتكلمنا عنه في الـ slide اللي فاتت الـ very low والـ low frequency والـ medium frequency وهكزا كل واحدة بالاختصار بتاعها ورنج الـ frequency بتاعها وكل frequency من دول مقابل لـ wave links من العلاقة ان اللمضة بتساوي C على الـ F زي ما احنا عارفين طيب هنا برضو نفس بيكلم عن نفس الـ slide بس بطريقة مختلفة هنا بادئ من الـ frequency او من الـ wave links الاكبر يعني من الـ frequency الاقل لحد الـ wave links الاصغر او الـ frequency الاعلى تمام ده كده الـ wave links in meters فمثلا بيقول لك هنا ان من اول ما لا نهاية لحد مثلا 10 قص 2 و10 قص 1 ده بيكون الاضاءة او الـ house طول الموجي بتاع الاضاءة او الـ house بعد كده او او هو بيديك امثلة لي حجم الطول الموجي للموجة يعني مثلا من اول هنا لحد هنا بيكون طول الموجة بحوالي حجم ملعب كرة او حجم بيت بعد كده طول الموجي اللي هنا في الجزئية دي اللي هو 10 قص 1 ده بيبقى بحجم بيس بول كرة بيس بول صغيرة بعد كده عند 10 قص 3 بيبقى بحجم الكلمة دي مش واضحة او بكسلة شوية طيب فالمهم اللي سليت ده بيجيب لك امثلة يعني على الاطوال الموجية وممكن تبقى قد ايه في الحقيقة طيب بعد كده الـ radio communication system الـ radio communication system ده wireless communication system عن طريق اشعة الراديو واحنا عارفين ان الموجات بتتنقل عن طريق الـ electromagnetic waves الموجات الكهرامغناطسية فيه الـ free space وبرده عارفين ان الـ electromagnetic wave بتتسافر بسرعة الـ type speed of light وبرده عارفين ان اي موجة كهرامغناطسية بتتكون من حاكتين electrical field و magnetic field موجة كهربية وموجة مغناطسية اللي اتنين مع بعض اسموهم موجة كهرامغناطسية الـ radio communication system بيكون عندي هنا transmitter transmitter وعندي receiver وعندي antenna يعني انا مثلا لو انا رسمت الحتة دي بالشكل ده transmitter بيبقى في transmitting antenna هي اللي بتبسي السيجنال وعندي receiving antenna هي اللي بتستلم السيجنال تاني عند الـ receiver تمام? طيب هنا بيقولي ان انا عندي ثلاث انواع من الـ wave propagation عندي ground wave propagation يعني اي frequency من اول 0 لحد 2 ميجا هيرتز فده بيتنقل على شكل او الاشهارة بتبس على شكل ground بعد كده اللي هي frequency من اول 2 لحد 30 ميجا هيرتز الموجات بتبس وبتصطدم بطبقة الايون سفير وبعدين بتنزل تاني بعد كده عندي النوع الثالث اللي هو ده من اول 30 ميجا هيرتز اللي ما لنهاية ودي الموجات بتمشي فيه خطوط مستقيمة دي فكرة الساتيلايت كومنيكيشنز ان انا بيبقى عندي افترض مسلا ان انا عندي آآ محطة ارسال محطة الارسال بتبقى هنا بتبس الاشارة بتاعتها للساتيلايت في خط مستقيم الساتيلايت ده بيرجع يبس الاشارة تاني للناس اللي عندها آآ طبق السابال مثلا بيستقبل الآشارة دي كان كده حتى النظري عن آآ مثلا الف تمامية اربعة واربعين كان فيه التليجراف و ال sabemit كان فيه التليفون وبعد كده في الف اكتشافنا الايمراديو الف تسعمائة تلاتة وعشرين اكتشافنا التليفزيون بعد كده الف امراديو ساتيلايت كومنيكيشن في الف وتسعم Então było precip 옛날 две pregnant وبعا كان合 ا除 Jane مع نفسك. اه وصلنا بقى للحتة دي.